موسيقى بجنب كونها وسيلة للتواصل والترفيه تحتل الوسائط الرقمية حيزا هاما في أوساط الشباب كوسيلة للتكوين والتحصيل اللغوي إذ تعرف نسبة الاعتماد على الأرضية الرقمية في الوسط الجماعي ارتفاعا هاما يقابله نقص في اعتماد المكونين على التكنولوجيا كأداة لإيصال المعلومة اليوم نتعامل مع جيل رقمي جيل دائم الاتصال لهذا فدور تكنولوجيا الحديثة يتعلق بأهمية تجديد طرق التدريس ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر تكوين الأساتذة في الوسائط التكنولوجية الحديثة في الوقت الذي يساهم التكوين الرقمي في تسهيل التحصيل اللغوي قد تلعب اللغة المستخدمة في المحادثات ومواقع التواصل الاجتماعي دورا سلبيا عليها ليس فقط في الوسط الجماعي ولكن لكل مستعملي هذه الوسائط يقضي الطلبة معظم أوقاتهم في الدردشة على شبكات التواصل الاجتماعي واستعمال لغة يمكن القول عنها أنها غير صحيحة بسبب استعمال الكلمات المختصرة واللغة العامية وهنا يجب على الجامعة أن تستثمر في هذا الفضاء المخصص للشباب وتكيفه عبر البيتاغوجيا الجامعية لدفع الطالب لاستعمال هذا العالم الافتراضي للوصول إلى التكوين وأقصد التكوين عن بعض هو أمر سلبي بالنسبة للغة والقواعد خاصة فيما يتعلق باللغة الفرنسية هناك المصحح وهذا يعرقل عملية الكتابة فمثلا نخطئ كثيرا عندما نكتب طلبا خطيا التكنولوجيات الحديثة سلاح ذو حدين ولكن بالنسبة لتعلم اللغات فهو أمر إيجابي شخصيا أظن أن تعلم اللغات أمر أساسي الاستعمال الأمثل للوسائط التكنولوجية هو إذن ما يضمن الاستغلال الجيد للعالم الافتراضي في تعلم اللغة والحفاظ عليها من الاندثار اشتركوا في القناة